احمد المرشح الرئاسي السابق السيد عمرو موسى وزير خارجية بتكلم على موضوع المشاركة في مجموعة بستاط بيقول سوف اشارك في انتخاب رئيس مصر للسينوات الاربع القدم ده يعني السيد عمرو موسى لا ان فيه ناس بتقول مقاطعة وفيه ناس اكيد راح يطلق قاطع وقال المقاطعة قال سوف اشارك في انتخاب رئيس مصر هو بعدين قال سوف استعمل حقي واوفي بالتزامي كمواطن يهمه استقرار مصر وترسيخ وسائل الديمقراطية ويحترم الدستورة والقانون وبعدين في بوست ثالث قال اطالب المواطنين والمواطنات بالحفاظ على حقوق المواطنة والتزاماتها والادلاء باسواتهم والتعبير عن ارادتهم ازاء مستقبل الوطن يجب ترسيخ العلاقة بين المواطن وصندوق الانتخاب ده مين اللي بيقول ده السيد عمرو موسى وزير خارجية امينة عام جمع الدول العربية المرشح الرئيس السابق عكسه تماما الزعيم الناصري حمدين صباحي الطيار المدني الديمقراطي قاطعوا للانتخابات خالد عالي بقى وحمدين صباحي ومش عارف خالد داود والفرقة ايها فرقة مين فرقة العواطلية تاني اذكركم جميعا بفرقة العواطلية اللي هم اللي مللوهم مش جغلانا اتحدى واحد فيه يقولي شغال ايه لغاية دلوقتي معرفش صحة فيه فين مقالك في كتابك انا الله اعلم فرقة العواطلية ما زالوا يدعو للمقاطعة ودي السيد عمرو موسى انا مشيت مع عمرو موسى في هذا الموقف فيه كاتبة اسمها غيرا الشريف غيرا شريف كان كاتبة في المصر اليوم فاكرين هي بتاعة الغمزة اغمزنا واحنا نيجي بتاكرين الكلام دا ولانه فيه ناس بتحب الوطن بشرط بتحب الوطن بشرط او بتدعي حب الوطن لتحقيق مكاسب